اشتركوا في القناة وعشرين وبالشراكة مع شركة اي تي اف اكس الشركة الرائدة لتداول الاوراق المالية ويمكنكم الاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصاد نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا خبر وحيد وهو يصدر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد جيرون باول اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني والاقتصادي بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار اندكس ونشاهد ان مؤشر الدولار الامريكي لم يؤكد الكسر لمستوى المئة وخمسة حتى اللحظة واذا نجحت الاسعار بالعودة على مستوى المئة وخمسة والتماسك اعلى سعر الاغلاق السابق قد نشاهد محاولة للملمة الخسائر ومحو الخسائر السابقة واستعادة الايجابية مجددا للدولار الامريكي ويقرن هذا الشرط بعودة الاسعار اعلى مستوى المئة وخمسة اذا اخواني لاعزان انتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار رئيزا ليتحفظ بالكفة الايجابية على الصعيد الفني وثبات الاسعار على الواحد فاصل صفر ثمانية الاف يرجح الكفة الايجابية الذي تستهدف الواحد فاصل صفر تسعة الاف واحد فاصل عشرة الاف وخمسمائة اذا اخواني لاعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار وهو الاخر لا يزال يتداول في ظل السيناريو الايجابي وثبات الاسعار على الواحد فاصل ثمانية وعشرون الف لا يزال يرجح الكفة الايجابية الذي تستهدف تسعة وعشرون الف وثلاثون الف ولن يلغى هذا السيناريو الايجابي ويدخل الزوج في ظل الموجة الصحيحية هابطة إلا بعودة الأسعار أدنى الواحد فاصلة ثمانية وعشرون ألف إذن أخواني لأعزان أنتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ولا يزال الزوج يصارع محاولا لإنهاء التصحيحات وإذا نجحت الأسعار بالعودة على مستوى المائة وواحد وستون وعلى المتوسط المتحرك قد نشاهد محاولات لإنهاء التصحيحات والذي لن تؤكد إلا بتخطي مستوى المائة واثنين أخواني لأعزان أنتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري نشاهد الزوج يتداول تحت الضغط وبقاء الأسعار أدنى صفة فاصلة تسعون ألف واربعمائة وخمسون لا يزال يضغط على الزوج للهبوط صوبة تسعة وثمانون ألف وما دونها ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى التسعون ألف واربعمائة وخمسون إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أخواني لأعزان الزوج يحاول الدخول في ظل تصحيحات وبقاء الأسعار أدنى صفة فاصلة سبعة وستون ألف وخمسمائة قد يدخل الزوج في ظل تصحيحات تطال مستوى صفة فاصلة ستة وستون ألف وسبعمائة إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد أخواني الأعزاء الزوج بثباته على مستوى 0.61000 قد نشاهد صعود يستهدف 0.62000 و 0.63000 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوجة دولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي نشاهد الزوج حتى اللحظة يحاول الاحتفاظ بالتداولات الإيجابية وثبات الأسعار على 1.36000 يرجح الكفة الإيجابية لصعود صوب مستوى 1.37500 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوجة الباونديان الملاقب بالمجنون ولا يزال يحقق الزوج المكاسب ولن نشاهد قمم تاريخية جديدة وخلق فرص شرائية إلا باختراق مستوى 207 حين قد نشاهد صعود يستهدف مستوى 209 و 212.12 خلال التداولات القادمة ما لم يتم اختراق 207 قد نشاهد تصحيحات تعيد اختبار مستوى 204 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليوروين ونشاهد أخواني الأعزاء زوج اليوروين هو الآخر يفشل بتخطي مستوى 175 وحتى اللحظة أخواني الأعزاء ثبات الأسعار أدنى مستوى 175 قد يحفز على الدخول في ظل موجة تصحيحية هابطة تعيد اختبار مستوى 172 ولا يلغى هذا السيناريو ويستعيد الزوج إيجابيته إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى 175 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو مقابل الجنيل إسترليني نشاهد الزوج حتى اللحظة يحاول إنهاء الآمال الإيجابية وإذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 0.480500 قد نشاهد هبوط يستهدف 8700 وعودة الأسعار أعلى 8500 قد يمنح الزوج بعض الآمال للصعود صوبة 85000 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرا التركية ونشاهد الزوج حتى اللحظة بثباته على 32 ليرا ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة الإيجابية الذي تستهدف 33 ليرا و 33 ليرا ونصف إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وحتى اللحظة ثبات أسعار البيتكوين أدنى 60 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة لا يزال يرجح الكفة الهابطة الذي تستهدف 52 ألف دولار و 44 ألف دولار على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو الهابط للبيتكوين إلا بعودة المراكز الشرائية على مستوى الحاجز النفسي والماثل عند مستوى 60 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الإيثيريوم مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الإيثيريوم لا يزال يتداول بالقرب من المستويات الهامة جدا وهي مستوى 3000 دولار والذي إذا نجحت الأسعار بالثبات أدنىها قد نشاهد هبوط سلس يستهدف مستوى 2600 دولار و 2200 دولار إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغط ولن نشاهد المزيد من السلبية واستئنافها مجددا إلا بكسر مستوى 38 سنت والثبات أدنىها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد أخواني لعزاء الذهب يفشل بتخطي مستوى 2400 دولار ومثلما تحدثنا أن الذهب بفشله التخطي قد يدخل في ظل موجة صحية هابطة عيد اختبار مستوى 2340 دولار وتحدثنا أنها مستويات هامة جدا يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ويلتحم معها خط الاتجاه الرئيسي الصعيد وحتى اللحظة أخواني لعزاء وعلى الصعيد الفني لا يزال الذهب يتداول في ظل المناطق الخضراء الإيجابية ولكن يقترب من دعوم هامة جدا كسر مستوى 2340 دولار مقابل الأنصة الواحدة كسر مكتمل الشروط والأركان على فريم الخمسة عشر دقيقة قد يفتح النار على الذهب ليدخل في ظل موجة هابطة تستهدف مستوى 2255 دولار و2160 دولار على المدى المتوسط ولا سبيل للنجاة من الهبوط المرتقب للذهب إلا التماسك والثبات أعلى 2340 دولار مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لعزاء نذكر أننا نترقب بيانات هامة جدا لدينا حديث السيد جيرون باول في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو هام جدا حيث سوف يدلي بشهادته في تمام الساعة الخامسة والذي من خلالها قد نشاهد تأثير على تحركات أزواج الدولار الأمريكي وأيضا على تحركات الذهب بشكل مباشر وبإذن الله تعالى أخواني لعزاء هذه الشهادة هامة جدا لأنها سوف تصدر قبيل صدور مؤشر التضخم الرئيسي الـ CPI Consumer Price Index وأيضا الـ PPI Productor Price Index مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين جميعها بيانات هامة جدا من أجل قياس التضخم وإلى أي مدى يصل الفيدرالي في معركته مع التضخم فلذلك أخواني لعزاء حاليا سوف نتابع معكم بإذن الله كالمعتاد التحديثات قصيرة المدى على فريم الخمسة عشر دقيقة وهي بمثابة أبديت لهذا التحليل وبإمكانكم الانضمام إلى مجتمع التداول بشكل مجاني من خلال الرابط المرفقة في صندوق الوصف وفي صندوق التعليقات أسفل مقطع اليوتيوب إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد أخواني لعزاء النفط الخام يتراجع في ظل تصحيحات ومثلما تحدثنا ثبات الأسعار أعلى الواحد وثمانون دولار مقابل البرميلة الواحد لا يزال يضع النفط الخام ثنيا في ظل السيناريو الإيجابي ولكن كسر الواحد وثمانون دولار قد يجرد الخام من مكاسبه وياهو بالأسعار إلى سبعة وسبعون دولار وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة نشاهد الفضة حتى اللحظة تحاول التجرد من مكاسبها ومحو المكاسب وثبات الأسعار أدنى الواحد وثلاثون دولار قد يمحو المكاسب ويستهدف تسعة وعشرون دولار وما دونها إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي نشاهد الغاز الطبيعي يقبع تحت الضغط وحتى اللحظة التداول بهذا الشكل أدنى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وأدنى اثنين دولار فاصلة ستون سنت لا يزال يرجح الكفة البيعية الذي لن تستانف إلا بكسر مستوى الاثنين دولار وثلاثة وعشرون سنت إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وهو الآخر لا يزال يتمحور حول ذات المستوى تسعة وثلاثون ألف ومائتين رقم هام جدا بالنسبة لمؤشر الداو يلتحم معه المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وكسر هذا الدعم سوف يعيد الداو تحت الضغوط البيعية الذي قد تؤدي إلى استهداف مستوى ثلاثون ألف وخمسمائة ولن نشاهد الداو يتحرر من الضغوط البيعية ويلغي هذا السيناريو الهابط إلا بالتماسك والارتداد صعودة على تسعة وثلاثون ألف ومائتين إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد عن بورزة الاس بي فايف هاندرد ونشاهد أن الاس بي فايف هاندرد هو الآخر لا يزال يتداول في ظل السيناريو الإيجابي ولكن لن نشاهد استيناف للإيجابية إلا بتخطي مكتمل الشروط والاركان على فريم الأربع ساعات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الناس دك الأمريكي نشاهد الناس دك يحاول استعادة أيجابيته مجددا وإنهاء التصحيحات والتخطي مكتمل الشروط والاركان على فريم الأربع ساعات لمستوى العشرون ألف واربعمائة يؤهل الناس دك للصعود صوت عشرون ألف وتسعمائة وواحد وعشرون ألف وخمسمائة على الميديم تيرم ولن يلغى هذا السيناريو إلا بعودة الأسعار أدنى العشرون ألف واربعمائة وفشل الاختراق إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر رسيل ونشاهد الرسيل حتى اللحظة يفشل بتخطي لألفين وخمسون وثبات الأسعار أدنى لألفين وخمسون قد يؤدي إلى الهبوط صوب مستوى الألفين وألف وتسعمائة وخمسون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر فوتسي الإنجليزي نشاهد الفوتسي حتى اللحظة لا يزال تداول تحت الضغط وإذا نجحت الأسعار بكسر ثمانية آلاف مئة وخمسون سوف نشاهد الهبوط الحرد الذي يستهدف سبعة آلاف وتسعمائة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ولا يزال الداكس يحتفظ بإيجابيته بثباته على ثمانتاش ألف وثلاثمائة ولكن لن نشاهد إنهاء التصحيحات واستيناف المراكز الشرائية إلا بتخطي مكتمل الشروط والأركان لمستوى ثمنتاش ألف وستمائة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاكة الفرنسي نشاهد الكاكة والآخر لا يزال يقبع تحت الضغط وتداول الأسعار أدنى سبعة آلاف وثمانمائة يرجح الكفة التصيحية الهبوط الذي تستهدف سبعة آلاف وأربعمائة وسبعة آلاف على الميديم تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النيكي الياباني إن شاهد النيكي يستمر بتحقيق المكاسب ولكن لن نشاهد فرص شرائية جديدة وخلق استئناف للإيجابية إلا بتخطي الواحد وأربعون ألف وأربعمائة حينها سوف يكون هدفنا القادم هو الأربعة وأربعون ألف إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله موسيقى